نحن نعلم أن الأرض تتألف من سبع طبقات النواة مركز الأرض نواة الأرض وهي الطبقة السابعة تتألف من عنصر الحديد وهي التي تعطي المجال المغناطيسي للأرض الذي لو لاه لن عدمت الحياة على ظهر الأرض منذ زمن الله تعالى أنزل سورة اسمها سورة الحديد أين تقع في القرآن؟ كم عدد سور القرآن؟ 114 طيب ما هي السورة البركزية في القرآن؟ نحن نتحدث عن الحديد في مركز الأرض نعم 114 تقسيم 2 57 الآن لنفتح القرآن على السورة رقم 57 إنها سورة الحديد ببساطة سبحان الله يعني الله تعالى وضع الحديد في مركز الأرض ووضع سورة الحديد في مركز القرآن انتصف القرآن تماما السورة رقم 57 ذرة الحديد اختار الله لها 26 إلكترون ليركب منها ذرة الحديد الآن آيات الحديد في القرآن لو جئنا بآيات الحديد عددها 6 آيات وقمنا بعد حروف الحروف الألف بائية لهذه الآيات يعني كم حرفا استخدم الله من حروف اللغة 26 حرفا يعني هذا لا يمكن أن يأتي إنسان عاقل ويقول إن هذا الكلام جاء بالمصادفة إنه يشهد على أن الله تعالى هو الذي قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كثيرا الآيات التي تحدثت عن السماوات السبع ولكن لا أحد يتوقع إذا بحثنا عن عبارة السماوات السبع وسبع سماوات يعني نبحث عن الآيات في القرآن التي ذكر فيها كلمة سماوات وكلمة سبعة في نفس الآية نجد بالضبط سبع آيات فقط في القرآن في القرآن كله هناك سبع آيات ذكرت فيها السماوات السبعة يعني هذا يدل على أن الله تعالى عندما خلق هذه السماوات السبع ذكرها في القرآن سبع مرات وجعل كل ذرة من ذرات الكون سبع طبقات على فكرة يعني نحن نعلم أن وحدة البناء الأساسية في الكون هي الذرة هذه الذرة كل ذرات الدنيا يوجد فيها سبع طبقات إلكترونية فقط لا يمكن إضافة طبقة الثامنة والأراضي سبعة طبقات الأرض سبعة في أحدث بحث علمي لوكالة الجيولوجيا الأمريكية يو اس جي اس وضعت صورة تقول بأن طبقات الأرض سبعة نحن نعلم أن الطواف حول الكعبة سبعة أشواط وهناك حقيقة لطيفة جدا أن كلمة القبلة في القرآن بمشتقاتها ذكرت سبع مرات فقط بعدد مرات الطواف حول القبلة سبحان الله يعني الشيء لا يمكن لإنسان عاقل أن يدعي أنه جاء بالمصادفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن في مكة وفي المدينة وأثناء طريق الهجرة والقرآن فيه 6236 آية ولم يكن النبي يدون كان أميا فكيف جاء بهذا التوافق الكامل بين الكون وبين القرآن الآن النحل لديه 16 كروموزوم الله تعالى بنى هذا الكائن النحل من 16 كروموزوم بالنسبة للذكور 16 كروموزوم فردي أو صبغي فردي بالنسبة للإناث 16 زوج مهم الرقم 16 يميز النحل الآن ما هي السورة رقم 16؟ إنها سورة النحل سبحان الله يعني التوافق مذهل أن الله تعالى كما أنه جعل الحديد في مركز الأرض وإذا ذهبنا إلى مركز القرآن عدد سور القرآن 114 تقسيم 2 57 نجد سورة الحديد رقمها 57 في منتصف القرآن النحل الله تعالى بنى هذا الكائن العجيب من 16 صبغي نذهب إلى السورة رقم 16 نجدها سورة النحل في القرآن الآن هناك كلمة النحل ذكرت مرة واحدة في القرآن فقط وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون 16 كلمة الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها النحل تتألف من 16 كلمة طيب ما هو عدد الحروف الأبجدية المستخدم في بناء هذه الآية 16 حرفا أيضا نفس عدد الكروموزومات المستخدم في بناء النحل سبحان الله يعني كيف يمكن لإنسان ملحد أن يجرؤ ويدعي أن هذا القرآن كلام بشر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم إنشأناه خلقا آخر سبعة فتبارك الله أحسن الخالقين إذن سبع مراحل للخلق العجيب أنني عندما بحثت عن خلق الإنسان في القرآن يعني بحثت عن عبارة خلق الإنسان أو خلق الإنسان كان عدد الآيات التي تحدثت عن هذه العبارة بالذات خلق الإنسان هي سبع آيات بالضبط في القرآن كله بعدد مراحل خلق الإنسان حتى عندما بحثنا عن عبارة بني آدم في القرآن كله عبارة بني آدم ذكرت سبع مرات في القرآن بعدد مراحل خلق الإنسان سبحان الله نحن نعلم أن الله تعالى جعل أيام السنة 365 يوما يعني الكرة الأرضية كرتنا الأرضية تدور دورة كاملة حول الشمس في سنة شمسية قيمتها 365 وربع يوما كلمة يوم منفردة في القرآن كله ذكرت بالضبط 365 مرة ماذا عن الأشهر؟ الشهر نحن نعلم أن الله جعل الأشهر 12 شهرا قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله كلمة شهر منفردة تكررت 12 مرة في القرآن كله يعني التوافق مذهل لا يمكن أن يكون بفعل بشر لأن الذي خلق هذه الأشهر يعلم ماذا ينزل القمر يدور دورة حقيقية حول الأرض كل 27 يوما وربع تقريبا يدور دورة حقيقية ولكن نحن نرى القمر يدور كل تقريبا 29 ونصف يوما بسبب دوران الأرض إذن نحن نرى الدورة الوهمية للقمر التي هي 29 ونصف يوما الدورة الحقيقية إذا خرجنا خارج الأرض سوف نجد أن القمر يدور كل 27 يوما تقريبا حول الأرض دورة كاملة هذه تعتبر الدورة الحقيقية للقمر كلمة القمر ذكرت 27 مرة سبحان الله يعني ليس 28 وليس 26 27 مرة تماما بعدد الدورات أو بعدد الأيام التي يدورها القمر حول الأرض الحقيقية لماذا؟ ليقول لك الله تبارك وتعالى إنه يعلم السر وأخفى طيب كلمة أيام في القرآن كلمة أيام بالجمع ذكرت بالضبط 27 مرة بعدد الأيام التي يدور فيها القمر دورة كاملة سبحان الله يعني هذه الأشياء لا يمكن أبدا أن تكون قد جاءت بالمصادفة وهي تدل على أن الذي وضع هذا النظام الكوني البديع هو الذي أنزل هذا القرآن ووضع فيه هذه الأرقام لماذا؟ ليقول لنا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى لو جئنا بكل كتب العالم وبحثنا عن الكلمة الأكثر تكرارا في أي كتاب يستحيل أن نجد أي كتاب الكلمة الأكثر تكرارا هي اسم مؤلف الكتاب لا يمكن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يكون فيه الكلمة الأكثر تكرارا هي اسم الله تعالى 2699 مرة ذكر اسم الله في القرآن وهذه الميزة لا توجد إلا في القرآن واختار العدد 2699 لأنه عدد أول لا ينقسم لا على أي عدد إلا على نفسه وعلى واحد ليقول لك إن الله واحد سبحانه وتعالى الرقم واحد هو الأكثر تكرارا في القرآن بين جميع الأرقام لماذا أنا عندما أبحث عن الكلمة الأكثر تكرارا أجدها كلمة الله اسم الله ولكن أكثر رقم ذكر في القرآن الرقم واحد لماذا؟ كأن الله يريد أن يقول لنا جميعا إن الذي أنزل هذا القرآن هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى